الحمد لله رب العالمين في أنوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأنوار تعليمه وأنوار فهومه وأنوار ذكره وخشته وخشوعه في مراء عباده عباد الله الصالحين علماء الأمة العاملين وهذا الإمام النووي لما سبح في بحر المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي بحر محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفاض الله سبحانه وتعالى على قلبه ما أفاض من الفهوم ومن العلوم فكان الإمام النووي توفي وعمره لا يتجاوز 45 سنة وترك لهذه الأمة ما إن الجمال الكثيرة لا تقدر على حمل الكتب التي خلفها لنا الإمام النووي ومن أعظى بما خلف كتاب الأذكار وهذا الورد ورد الإمام النووي الذي لا نستغرب رواية بل نصدق رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم معلمه هذا الورد في المناء والحال أن الذين يتصلون ببحر المصطفى صلى الله عليه وسلم تفيض إليهم العلوم والأذكار والواردات مثلما كان الشام في حال حياته عليه الصلاة والسلام كان هذا الصحابي يقوم من الرقوع فيقوله سمع الله من حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السموات والأرض وملأ ما بينهن من شيء بعض لم يسمحها من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها فاضت على قلبه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمحها بأذنه ولكن سمعها بقلبه فالتواصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس فقط هذا التواصل المادي من خلال النصوص وإنما هو تواصل من خلال المحبة من خلال من خلال الذوق من خلال الشوق وهذا التواصل الذي كان للصحابة الكرام فكانت تفيض على قلوبهم الواردات وكان يلهم أحدهم الدعاء وكان يلهم أحدهم لفظا طبق الآية التي يوحي بالله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا أن في هذه السورة آية كان رد الصحابة عليها مثل رد النبي وكان رد التابعين عليها مثل رد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بلاء 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 ولم يسمحها أحد من الآخر الحمد لله رب العالمين على نعمة هذا التواصل هذا التواصل هو الذي لا بد أن يكون الغاية المنشودة والظال المنشودة عند كل مؤمن قال العارف بلاء وقلبي على قلبه أشرف وقلبي على قلبه أشرف أي أشرف قلبه على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت بينه وبين قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قناة اتصال أو نقول أن قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو كالشمس وقلوب العلماء هي كالأقمار تستجلي هذا النور وتعكس لنا أشعة ذلك النور وذلك مراد قوله صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل والعلماء ورثة ورثة الأنبياء فلا يكون الوارث وارثا إذا لم يكن متصلا فإذا انقطع سنده لم تصحن سبتا ولم يكن وارثا نسى الله سبحانه وتعالى أن يصل سندنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وارثين حقيقة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأن يصلنا بأهل الإرث بأهل السند في أحوالنا وفي أعمالنا وفي أحوالنا وفي تعلمنا وفي تعليمنا وفي سائر مجالات حياتنا حتى لا نكون منقطعين حتى لا نكون منسيين اللهم يا أذاكر الذاكرين صلنا بالذاكر المذكور محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا محب المحبوبين صلنا بالمحبوب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم حتى نكون عندك دائما محبوبين مذكورين مرعيين بجميل رعايتك وعنايتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقالنا وقالنا في هذه المحبوبة أو المحبوبة في الأحوال القرآن سبح لله ما في السموات والأرض وفي هذه النerve يحدث في ترتيب الكثير من الصحابى الدرتيب من الأرض قبل نحن يا رب العالمين فسبح باسم ربك العظيم الله قرأ يدفع 문rah محمد صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم then glorify the name the holy name of الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر immediately after that سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له منك السموات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي قال له ملك السموات والأرض فهو يملك من يملك وما في السموات والأرض الظاهر في السموات والأرض وغيب السموات والأرض يحي ويميت فهو خلق وله قيومية تبق ما خلق سبحانه وتعالى فانفرد بذلك سبحانه وتعالى so after that الله سبحانه وتعالى our Lord ربنا سبحانه وتعالى he says talking giving us glimpses of his beautiful names he said سبحى لله مفسماة الأرض and then وهو وهو العزيز والحكيم and then and we navigated a bit or we got a glimpse of the name العزيز الحكيم and why the connection of these two names to the to the tasbih and the connection of this to the علم and then لهو ملك السماوات والأرض لهو ملك السماوات والأرض to him belong بسم الله بسم الله the first verse whatever is in the heavens and the earth glorifies الله and he is the all glorious with irresistible might the all wise to him belongs the severity of the heavens and the earth to him belong he gives life and causes to die and he has full power over everything he is the first the last the all outward the all inward and he has full knowledge of everything الله وكبر and he ended with the name عليم سرسل التسبيح عليم and we set the connection between التسبيح والعلم الله أكبر وهو بكل شيء عليم هو الذي يفقه سبحانه وتعالى تسبيح من خلق في السماوات والأرض فهو واحد لا شريك له لا فرد مثله وهو أحد لا تركيب في ذاته وهو الأول قبل كل موجود وهو الآخر بعد كل موجود وهو أول لا قبل الآخر وهو آخر لا بعد الأول ولكن هذا في ذاك وكما قال العارفو فقف فيا عقل عند منتهاءك these names are actually challenging the ilm and the knowledge and the understanding and the brain of the human being because the brain of the human being cannot seize the unlimited it is limited so he just sees something that is limited and here Allah subhanahu wa ta'ala is giving you four names هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه الأول the first before anything was created and he is the last after everything perishes and he is الظاهر the manifest nothing can be manifested more than him subhanahu wa ta'ala and he is the batin the hidden and nothing can be more subtle and more hidden more than him subhanahu wa ta'ala لا إله الله لا إله الله he is the first not before the last one of the salahين has this dua يَأَوَّلُّ لَا قَبْلَ الْأَخْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ لا إله the first not before the last وَيَأَخِرُ لَا بَعْدَ الْأَوَّلِ and the last not not after the not after the first because he is أحد he is one there is no ترقيم في ذاته so we said الله subhanahu wa ta'ala is أحد is one and we have these names that the brain see contradictory because in the in the life of the human being if you are first you cannot be the last and if you are manifest you cannot be hidden but Allah subhanahu wa ta'ala is beyond all of that he is in the same time الأول in the same time الآخر in the same time الظاهر in the same time الباطن قالوا ظاهر بآثاره في الوجود الذي ما أبدعه غيره وصاحب الدعوة أحق بها ما لم يعرضه معارض هو ظاهر بآثاره في هذا الوجود الذي لم يدعي خلقه وغيره is manifest with the creation that he created subhanahu wa ta'ala through that creation is manifest he manifested himself through the creation these are the traces of his existence subhanahu wa ta'ala فوظاهر بآثاره في هذا الوجود الذي لم يدعي خلقه وغيره we did not receive any other book coming from any other one claiming that he created this universe the only one so far who told us that I created this universe worship me because I am the Lord of the universe is Allah subhanahu wa ta'ala through the bible through Zabur through through Taurat through Al-Anjil and through Al-Furqan he is the only one sending us prophets one after another to tell us that he is the creator of this universe and we have in the علم of Mantق if a claim is not opposed by another claim what the means of the one who claimed it that it is his right that it is his right if the human all the human who said Allah subhanahu wa ta'ala does not exist صغف الله العظيم or etc they don't come to you and tell you we created this earth or we created this fly or we created this tree or we created this water and then He said I created that and fulfilled but Allah subhanahu wa ta'ala means He said I have a the. Bana of the earth I hid I have a commandments he which He who cannot иров he 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 I He فهو الباطن بذاته واسراره إنه هنه amberهن من الشهر فيهسنه هو هو فيهسنه هو هوهزن سبحانه وتعالى يعني هو هوهباطن لم يمينه بسبب حيثنه سبحانه وتعالى لكم كل مجرد الله أكبر الله أكبر سبحانه وتعالى لا إله إلا الله قال الإمام القرطبي اختلف في معاني هذه الأسماء وقد بيناها في الكتاب الفيض الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في دعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر غنى عني بالظاهر الغالب أو بالباطن العالم والله أعلم وهو بكل شيء عليم بما كان أو يكون فلا يخفى عليه شيء الإمام القرطبي said the meaning of these names there is aqtilaaf in them can you find them there is aqtilaaf in them but the Prophet صلى الله عليه وسلم has explained them has given an explanation that is indeed sufficient in his dua he said oh Allah you are the first أنت الأول فليس قبلك شيء nothing came before you وأنت الآخر فليس بعدك شيء and nothing will last after you وأنت الظاهر فليس فوقك شيء and you are the manifest and you are the manifest there is nothing that can hide you that can that can that can conceal that can conceal you that can yaghlib also that can that can over or 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 defeat you and وأنت الباطن فليس دونك شيء and you are the subtle and there is أنت الباطن you are the closest to the heart there is nothing that can get closer to our hearts more than you يا أرحم الراحمين رب العالمين فأنت تعلم السر وأخفى you know the secret and what is even more hidden than the secret and then the Prophet صلى الله عليه وسلم is praying اقضي عنا الدين وغننا من الفقر how can you translate this اقضي عنا الدين صلى الله عليه وسلم pay off our debts pay off our debts وغننا من الفقر and do not make us needy to not make us in need of anything or anyone but you الله أكبر الله أكبر اغننا من الفقر لما سواك اغننا من الفقر لما سواك أو لمن سواك سبحان الله don't let us feel needy to other than you because you are the closest than any other than any other creation لا إله إلا الله and you are the ظاهر أنت الظاهر فقال فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين that means they are they are we 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 support what's ظاهرين what's ظاهرين victorious 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 so he is victorious سبحانه سبحانه وتعالى بسم الله let us get some glimpses from the book of the most beautiful names of Allah سبحانه وتعالى and let us listen what would he Imam Ghazali would tell us about these names of Allah سبحانه وتعالى بسم الله رضي الله عنكم رضي الله عن Imam Ghazali الأول الأخير the first the last you should know that whatever is first is first with respect to something and what is last is so with respect to something and that they are opposites for it is inconceivable that there be one thing which is first and last at once in a single respect and in relation to the same thing yet when you ponder the order of existence and consider the order chain of beings God the most high is first with respect to it since all of them receive their existence from him سبحانه and he does not receive existence from another but is existent by his essence whenever you ponder the order of wayfaring and observe the stages attained by those journeying towards him he is the last for he is the final point to which the levels of knowers ascend سبحان الله and again it is in this navigation in this wayfaring in this navigation he is the first the beginning of guidance is him he is the one who and he is the end and he is the last سبحان الله you start by a private relation with a private relationship with him the very beginning the very first moment of repentance just him and you no one else it's not another person who brought to you Hidayah he is the one هو الأول and he is the last one for you to get to to get to understand to get to know لا إله إلا الله بسم الله and in سبحان الله نعم for he is the final for he is the final point to which the levels of knowers ascend for every knowing وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى اللَّهُ عَقْطَى for every knowing experienced this side of knowledge of him is a step towards knowledge of him بسم الله the highest stage of knowledge of God may he be praised and exalted so he is last with respect to wayfaring and first with respect to existence the first beginning was from him and to him is the last return and destination so in the chain of existence is first and last in the chain of guidance and knowledge and teaching is the first and last لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم الظاهر الباطن the manifest the hidden these two attributes are also to be taken relatively for what is manifest can be evident to one thing and hidden from another yet it cannot be manifest and hidden in one and the same respect though it may be manifest in relation to a perception and hidden in another respect for things are manifest or hidden only in relation to modes of perception now God may he be praised and exalted is hidden when he is sought by sensory perception or using the resources of imagination yet manifest when sought by way of inference using the resources of reason but if you say so far as his being hidden with respect to sensory perception that is evident but as to his as to his being manifest to reason that is obscure since what is manifest is that which is not in doubt and about whose perception men do not differ yet this subject is one over which much doubt arises among men so how can it be evident but you should realize that he is hidden in his manifestations by the intense way in which he is manifest for his manifestness is the reason for his being hidden Allahu Akbar he is hidden in his manifestation and his manifestness is the reason for being in being hidden Allahu Akbar Zahirun fi betunin wa batinun fi zuhur Zahirun fi betunin wa batinun fi zuhur La ilaha illa Allah Zahirun fi khafaa wa khafiyun wa khafiyun fi zuhur Qala wa min aajab alamri hadha al khafaa wa hadha al zuhura li ahli alwafa wa ma fi lwujud siva waahidin wa lakin takaddar lama safa La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Naam for his manifestness is the reason for his being hidden as his very light blocks his light so it is that which what the very light blocks his light aywa so it is so it is that whatever broaches its limits is turned into its opposite Nurun anna ara the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when she asked him when she asked him Sayyida Aisha did you see Allah subhanahu wa ta'ala with your eyes he said Nurun anna araha or nurun anna araha and the understanding of nurun anna araha how they understood it they have a ulamaa and raja and ahli suna and the jamaa he is nurun anna anna hu yaraahu fi kuli shayi dhaar nurun anna araha so he is light subhanallah and then he is one of the hijab the last one is hijab al-azza that's why he said he is al-aziz the last one is hijab al-azza subhanallah la ilaha illa la ilaha illa perhaps you are astonished by this teaching and find it far-fetched so you may need an example to understand it so I say if you ever considered a single word written by an author you would infer from it that an author exists who is knowledgeable competent able to hear and see and see and you would derive from that the certainty that those attributes exist furthermore if you saw a written word that would lead you to a definite certainty regarding the existence of its author knowledgeable competent able to hear and see and living but nothing points to him except the shape of a single word but nothing points to him except the shape of a single word yet just as you are seeing this word offers clear testimony to the attributes of the author so there is not an atom in the heavens and the earth no planet star sun or moon animal or plant or characteristic of any subject which does not bear witness by itself to the need for an organizer to arrange it plan it and specify it with its proper qualities nor can man consider himself in the arrangement of his members and parts among themselves external and internal as well as the attributes and states of his which carry on autonomically through no choice of his without seeing in them an eloquent witness to the one who created them determined them and arranged them so it is with everything that sees with all its senses within itself or outside itself while things may differ in bearing witness as some of them do while others do not nevertheless certitude is attained overall however many witnesses to the extent that they coincide may be hidden or obscure due to the very intensity of their evidence for instance what is most evident is what is perceived by the senses and the most evident of these is what is perceived by the sense of light of sight and the most evident of the things perceived by the sense of sight is the light of the sun shining on bodies by which everything becomes manifest now how can that by which everything becomes manifest not itself be manifest yet that poses difficulties for many people so that they say colored things have only their colors in them like black or red and do not have along with the color a radiance or a light connected with the color yet these people are made conscious of light in colored things by the contrasts which they perceive between the shade and the positing of the light as between night and day for the sun may be thought to be hidden at night or eclipsed by dark objects during the day so that its effects are cut off from colored things so a contrast is noted between what is affected and illuminated by it and what is dark and shielded from it so the existence of light is known by the absence of light if the conditions of absence if the condition of absence is set beside the condition of existence the contrast is perceived despite the fact that the colors purdue in both states so if the light of the sun were to encompass every body visible to a person and the sun were never hidden so that the contrast could be perceived it would be impossible for one to know that light is an existing thing added to the colors despite the fact that it is the most manifest of things as that by which all things become visible were it conceivable that God the most high and holy one ceased to exist or be hidden for some things heaven and earth would collapse along with everything cut off from his light and the contrast between however in as much as all things concur in bearing witness and all the states succeed one another in a uniform order this becomes becomes the very cause of his being hidden so praise be to him who is concealed from creatures by his light and hidden from them by the intensity of his manifestations Allahu Akbar he is the manifest one than whom there is none more manifest as well as the hidden one than whom none is more hidden Allah Allah is the manifest Allah is the manifest Allah is the manifest هذه مفاتيح هذه الأسماء الأسماء مفاتيح أسماء الله سبحانه وتعالى الحسن مفاتيح قالوا الله لأسماء الحسن فادعوه بها واذروا الذين يرحدون في أسماءه أسماء الله سبحانه وتعالى الحسن هذه الأسماء هي مفاتيح مفاتيح للمعرفة وفي بعض الأسماء لا يعرف إلا بالاسم المقابل الأول تعرفه بالآخر والله أعلم في معنى تفسير في تفسير الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا يعني سبولنا هي هذه هي سبولنا يعني لنهدينهم أسماء الحسن حتى يعرفون بها حتى يعرفون في هذه هذه السبولة التي تؤدي إلى الحق ليست السبولة التي تتفرق عن السبيل لا السبولة التي تؤدي تؤدي إلى الحق والسبولة التي تؤدي الله الذين جاهدوا فينا فالقضية ليست قضية إذن تطفل معرفي أو ذكاء معرفي أو تفلصف هكذا القضية قضية إنسان محب إنسان عاشق إنسان مسبح إنسان يسبح في ملك الله في ملكوت الله إنسان يسبح في محبة الله ولا يبحث عن الله سبحانه وتعالى عن فهم بعقله وإنما في خلال في هذه السباحة الله سبحانه وتعالى يعطيه مفاهيم يفيض على قلبه من مفهوم الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم الحمد لله لذلك هذا ليس مهمة فلسوفي هذا ليس مهمة فلسوفي لا تدركه الأبصار لا يحيطون بشيء من علمه ولكن هو يدرك الأبصار قال إذا عجز البصر إذا عجز العقل عن إدراك هذه المعاني سلم لله سبحانه وتعالى سجد وخضع أدركه الله سبحانه وتعالى برحمة منه ففقهه في الدين هو لا تدرك الأبصار إدراك رحمة إدراك هداية أدركه الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض يحي ويميته وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر وظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم والله أعلم the ulama they said it is this verse that the Prophet ﷺ was talking about even though the Prophet ﷺ did not mention which verse exactly but he said he used to read المسبحات before going to bed all these سبحة 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 we have seven of them الله أعلم so he used to read them صلى الله عليه وسلم before going to bed and he said he told to Sayyidina Arbath ibn Sariyah he said there is a verse in these مسبحات there is one verse is better than thousand than thousand verses سبحان الله this is حديث المسلم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي نعم والنسائي كذلك سبحان الله ذكره ابن كثير في تفسير and الله أعلم it's referring to this verse الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم الحمد لله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء but for the for the lover for Abdullah المؤمن we said let us navigate with our love with our hearts he is the most manifest his love should be more manifest than any other thing and his love also should be more secret than any the closest to your heart than any other than any other thing and his love subhanahu wa ta'ala should be the first and there is nothing should come before him and his love should be the last thing to to resist for and to keep that means the most important thing and there is nothing there is nothing valuable after him subhanahu wa ta'ala this is also a meaning this is also a meaning and this is what Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wallahu alaihi wa sallam maintain his dua it is dua of it is dua of mahab the human cannot know his creator he is makhluk but he can love his creator he can be attached to his creator he can hold to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala will reach him with his rahma with his mercy and will will give him will give him his knowledge الى ان قال ربنا سبحانه wa ta'ala نعم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور بسم الله بسم الله أعوذ بالله سبحانه كيف تجو بسم الله الله صلى الله ومه 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 بسم الله نعم بسم الله أعوذ بالله الحديد والعزيز الحكيم قالوا هو قالوا له ملك السماوات والأرض يحيي وميت قالوا وهو على كل شيء قدير وقالوا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقالوا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات وما يرجع فيها وقالوا وهو معكم أينما كنتم وقالوا والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليلة في النهار ويولج النهارة في الليلة وهو عليم بذات الصدور وقالوا هذه كلها مع بعض مجتمعة هي اسم الله الأعظم سيدنا ابن عباس he said because we said in surah al-waq'ah Allah subhanahu wa ta'ala said in surah al-waq'ah the last verse فَسَبَّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ and glorify your lord with his ism al-a'zam with his mighty name with his most mighty name the prophet sallallahu alayhi wa sallam talked a lot about ism al-a'zam and the most mighty name and then سيدنا ابن عباس he said it is in the six first verses of surah al-hadid and here we reach the six first verses are أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السموات والأرض ما هو العزيز والحكيم له من كل السموات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليلة في النهار يولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا ولو أراد أن يخلقها في طرفة عين لفعل ولكن جعل الستة أصلا ليكون عليها المدار وتعليما للتأني أقول الإمام الشعراوي في التفسير أنه ستة أيام الخلق هو في أقل حتى من طرفة عين ولكن المراد بستة أيام مراحل التكويل المراحل التي تم ضرب مثلا بسيط قال نحن لما نصنع هذا الزبادي الشعراوي في تفسير يقول لما نصنع الزبادي أنت تصنعه في لحظة الزبادي تحط الخميرة في الحليب فخلاص ما عاد تدخل بعد ذلك وبعد ذلك يبقى يتخمر كذا فيأخذ مراحل فهذه والله أعلم المراد بستة أيام لذلك فرسة 4 بسم الله أفضل what's these six days he's the one who created the heaven and the earth in six days and in many in many surah Allah subhanahu wa ta'ala is talking about these six days he's talking about these six days in Al-A'raf he's talking about these six days in Yunus he's talking about these six days in Surah Al-Ra'ad في سورة الطاهر في سورة الفرقان ونحن هنا في سورة الحديد مالذي هذه 6 يومات سبحان الله هناك 6 يومات لا يوجد مختلفة ون سورة الله أكبر وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين مالذي هذا؟ العرف؟ so in one of the surahs وكأنه the people they said okay he's here talking about خلاق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها وكذا ثم قال في أربعة أيام سائلين وخلاق السموات في يومين so قال the total here the total is 8 days the total is 6 days so because the 2 days of the creation of the earth are actually included in the in the 4 days of the of the full of the full we say process of the full process of the creation of the creation of the earth Imam al-Shaaraw in his tafsir he said does not mean that Allah subhanahu wa ta'ala he took all يعني 6 days it does not mean 6 days of the days that we know it's actually it means it means the the steps the steps the steps 6 days means the steps and you see that the earth took 4 steps and the whole universe took only 2 steps والله أعلم so some of the mufassireen they said we don't want to let us say 6 days and days like the days of today and Allah subhanahu wa ta'ala if he wanted to create all of this in one day in one moment he would but he created this like القرطبي said he created this in 6 days to teach us how to do things step by step والله أعلم some of the ulama they said it's actually the process that the thing has taken are like are like that but Allah subhanahu wa ta'ala he creates with the name with his with the order of كُن فيكُون Allah subhanahu wa ta'ala creates بموراد التكوين so Imam al-Sha'arawi he is he is giving the difference between عمر التكوين ومراد التكوين so when he says كُن exists that's مراد التكوين that's does not take time but عمر التكوين that's steps that things they are actually taking steps to and he gave the he gave the example of the of the of the yogurt when you prepared you just put the 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 bacteria in the milk and subhanallah you made the yogurt you don't need to intervene after that but it it will it will it will continue processing and there are steps etc and then it will it will take maybe six hours or something like that until until it became yogurt wallahu a'ala again these are things these are things actually in surat fussilat in surat fussilat la afu in surat fussilat the confusion that some people they took oh they said it's eight days it's not six days in the whole in seven surat of quran allah subhanahu wa ta'ala is talking about the days repeating and talking about la istiwa al-arsh khalaqa fi setta ayyan in surat fussilat he talked about you can if you don't understand they are like 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 eight days hmm when but actually if you the hujjah they are only six days again it's the same thing there is no contradiction is the same six steps that Allah subhanahu wa ta'ala is talking is talking about اللهم صلي وسلم عليه سنة وحمده على آله صلاة نكون لك نكون بها محبوبين لك محبوبين له في عافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يولجوا الليلة في النهامر يعلموا أيوا ثم استواء على العرش ثم استواء على العرش قضية الاستواء على العرش عبر عليها سيدنا مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال واسألوا عليه وسألوا عليه بدعة استواء على العرش we know that Allah subhanahu wa ta'ala is more manifest than the arsh itself than the arsh itself is creation of Allah subhanahu wa ta'ala استواء على العرش نعرف مصير شخص على بسالة إنه ليس مما كنا نتطبيق على الجارة على الأسئل gender لكن إستوا على العرش قالوا بيمعنى العلو قالوا بيمعنى الاستعلاء قالوا بيمعنى الاستعلاء وكتبق هذا الكلام عندما إرتبت هذا كذلك عندما إرتبت هذا الصدق عندما إرتبت هذه الأشياء وقد نتحدث عن عظيم and we want to seize it with our brains and we get in contradictions like this and we get this group saying this that other group is saying this this group is saying this the other group is saying this One of the صالحين يساد ما ما تقوله في الاستواة على العرش كانوا جماعة يكفرون من قال معنى الاستلاة قالت لهم من الصالحات قالت لهم استولى على وتربى على عرش قلبي فَلَا هَذَا رَبِّي إِسْتَوْلَى عَلَى عَرْشِ قَلْبِي وَذَلِكَ حَسْبِي وَذَلِكَ حَسْبِي هذا هو الله وكان يسيطر على الرحمن مني لا يحتاج إلى أن أعرف أي شيء آخر بعد ذلك كما أنه يأخذ الرحمن مني هذا هو الرحمن أريد أن أفهم هذا هو الشيء الذي أتحدث لكن تظن كيف الله سبحانه وتعالى هل كيف مجهول هل كيف مجهول لا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى these questions of عقيدة and these people are making تكفير of the other people these people are making تكفير of the other people وهاده مقالوا معطرين صفات وهاده مقالوا كذا وهاده مقذا it's all because of lack of love والله أعلم it's all because of lack of love ربي ربي هو الله رب سبحانه وتعالى you don't these names for you is to be more attached to him is to yearn more for him is to long more for him it's not really to understand how he is subhanallah you want to understand you are the makhluk you want to understand how is the shape of Allah subhanahu wa ta'ala and because he is here talking about sitting on the throne continue he created so in six days and then he is who has created the heavens and earth in six days then he he established himself on the throne then he established himself on the throne you don't need to know more than how Allah subhanahu wa ta'ala himself himself said Allahu Akbar he established himself on the throne and then he established himself on the throne after that yes so he established himself on the throne so if he is far how can he be ma'akum aynama kuntum this is very deep science this is a very deep science let us say the key for this deep science is love Allah subhanahu wa ta'ala long for Allah subhanahu wa ta'ala have adab with Allah subhanahu wa ta'ala remember Allah subhanahu wa ta'ala it can never be a matter of philosophy otherwise we can never reach anything it can never be a matter of philosophy but they said so it's not that he's on the throne and the throne is high that means he's detached it cannot be like absolutely it cannot be like that because in the same time he is with us whenever and wherever 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 we are ف هذه المعية هذه المعية التي لابد أن يتشوق لهالعبد وهو معكم أينما كنتم ما هي معية ما هي معية اتحاد أو معية حلول أو معية هي معية قرب قرب معنوي هذا الذي ينبغي أن يتشوق إليه قلب العبد معية قرب معية رقابة معية حضور معية تأييد معية نصر معية تسديد هذه المعية التي لابد أن تشوق إليها العبد قال يعلم ما يلجو في الأرض ممكن تعد ما يلجو في الأرض Can you count he said he knows what continue he knows what he knows whatever goes into the earth he knows whatever goes into the earth can you count whatever goes into the earth how many things now are going into the earth كم من قطرة ماء الآن تلجو في الأرض how many drop of water is actually now going into the earth how many insect how many worm now this minute this second الله أكبر how many things يعلم ما يلجو في الأرض يعلم ما يلجو في الأرض لا إله how many roots growing and going in into the لا إله لله لا إله لله يعلم ما يلجو في الأرض anything 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 just try to so this is scription it's not to give us حصر it is actually to for us to to give us the ability to submit الله حتى ندرك عجزنا والعجز عن الإدراك إدراك so we know that سبحان الله سبحان الله but it is good to start counting to start counting because otherwise it will be it will stay just abstract that's why there is it's good to have a bit of tashbiyah here otherwise if it is just abstract it is detached as if it is detached from you start counting how many drops how many drops how many amps and then when you start and the عظم of الله سبحانه و تعالى will be increasing in your heart will be increasing in your heart سبحان الله start counting how many things are coming into the earth let us count roots okay drops of water okay لا حاصر لها ما يليجو في الأرض لا حاصر لها يعلم ما يليجو في الأرض قالوا هنا علم وتفصيل لا علم إجمال علم تفصيل لا علم إجمال ليس فقط علم الإجمال he knows every single every single thing every single drop that goes into the earth it has رسول it has a destiny it has a point it has where it has it has it has a catalogue with it where it should reach where the benefit is going to whom etc every single thing is subhanallah every single drop of water la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha every single word يعلم ما يليجو في الأرض هي وطي وما وما يخرج منها he knows whatever goes into the earth and whatever comes forth out of it and whatever comes forth out of it let us count together whatever comes out of it forth out of it plants lava 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 نعم الله أكبر lava from volcanoes نعم هايوة water الله أكبر هايوة 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 metals fruits fruits الله هايوة 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 منها تخرجوا منها خلقناكم ليلة 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 الله يعلم ما يليجو في الأرض وما يخرج منها هايوة وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هايوة أندا إنه ي races Saatه ي sabe fuck everything goes into the earth and what kind ofScout Islamic and whatever just descends from the heaven whatever people descends from the heaven whatever descends from the heaven what descends from the heaven rain rain what descends are angels what the suns from the heaven light meteor meteor revelation رحمات الحديد الحديد رزق رزق الله أكبر رزق ليس لك ليس لك على الناس لكل عالم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما يعرج فيها ا هذه مبالغة لأن العروج ليست نهاية هذه السماوات و هذه السماة بصيغة الجمع هنا تبقى تعرش فيها إلى ما لا نهاية تبقى تعرش فيها وازلت أنت تعرش و أنت تعرش فيها مش ممكن تعرش إليها و تصل إليها لا أنت ما زلت تعرش فيها سبحان الله إذا هذه السماء الدنيا هذا كل من عراه من الكواكب المجرات وهذه بس سماء الدنيا قال زين سماء الدنيا بزينة بزينة الكواكب مازال بعدها عاد مازال ستة سماوات وبعدها مازال الكرسي وبعدها مازال عرش الرحمن وبعدها مازال الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من طغى وتجبر مقولة نسيق الله أكبر على من طغى وتجبر وما طغى مثل العقل وما تجبر مثل العقل يحب أن يفهم ويحب أن يحصل ربه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بلا عظيم فالسماء تنطر وينزل مطر على الأرض فما جرى في الأرض انتفع به خلق الله يشربون منه ويسقون منه دوابهم ويسقون زرعهم وما زادت تشربه الأرض حتى إذا جاء مكان يعني ليس فيه ماء يستخرجون الماء من هذه الخزنات يستنبط من الأرض عيونه يلجوا في الأرض الماء يمشي فيما يسرب الأرض يخرج منها النبات هذه أمثلة ينزل من السماء مطر رحمة الحق للخلق ومنهج الله ينظم حركة الإنسان هذا كذلك ينزل من السماء السماء رفعها ووضع الميزان أي أنزل لنا من السماء أنزلنا ميزانا ينظم حركة الإنسان منهج وحي ويعرج فيها بمعنى إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو معكم وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم وقد يكون معك مما يكونك مما يكون وقد يكون معك مما يكونك مما يكونك وقد لم يقول هذا قبل أن يقول كل مرة المصرية لن تتحفظنا من هذه الحرافات من تتحفظنا من تتحفظنا كل مائيا حسيا معيا with the body ماذا وتقول الح待って معكم أينما كنتم أهل في كل ا지만 آية تبقى المشاردة إلا وأنت سيجدني ربك العبد لربه وهو ساجد فلا تسمح إلا بقلب ساجد لله سبحانه وتعالى لتسمعوها معكم أينما كنتم إلا وأنت في حالة السجود يعني هذه الآيات كلها تدعوك للسجود تركع ثم تسجد وتسجد وتسجد وما زل تعرش في سجودك سجود في سجود سجود في سجود يقول لك وهو معكم أينما كنتم فمعي معية محبة معية مراقبة معية ملاطفة معية إحسان قال يا عبادي في الحديث القدسي المأثور عن نبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهوى النظرين إليكم يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم إن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني فلما جعلتموني أهوى النظرين إليكم هو معكم أينما كنتم لا يحجبه باطن عن ظاهر ولا يحجبه ظاهر عن باطن لأنه هو الظاهر وهو الباطن ولا يحجبه أول عن آخر ولا يحجبه آخر عن أول لأنه هو الأول وهو الآخر وهو معكم أينما كنتم والمعاني غزيرة والمعاني غزيرة ولو يبقى الإنسان يتفكر في هذه المعاني لألف فيها كتب ولتكلم فيها وكذا ولكن يكفينا هذا القدر يكفينا هذا القدر مفاتيح كما قلنا هذا ما ندعي تفسير سورة الحديث وإنما هي مفاتيح عسى أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا بصر حديث وسورة الحديث خلاص لما نصل إلى كلمة الحديد إن شاء الله نفسرها ولكن قالوا قبل قبل نزول معدن الحديد كلمة حديد كانت موجودة الحديد معنى معنى حاد معنى واضح معنى جلي فسورة الحديد قالوا هي سورة التي تجعل اليقين واضح جلي تجعل المحجة بيضاء في عقيدة الإنسان تجعل حديد قال قد كشفنا عنك غطاءك فبصارك اليوم حديد يعني حاد يعني بصارك حديد سبحان الله سبحان الله شارب فيجن شارب فيجن لا إله الله may الله سبحانه وتعالى give us sharp vision by the barakah of the surah of the sharpness of الحديد it's not just the iron it's actually the sharpness الحديد the iron was called was called iron was called حديد because it is sharp but before even the iron came and was discovered by the human the word حديد was there already the word حديد was there pre-existed because it is sharp and when they found that metal is very sharp they called it حديد but you can say this is حديد this is حديد this is حديد may الله سبحانه وتعالى give us give us a sharp vision لَهُمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذَا وَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ and he is with you whenever you are and you don't get to to hear this verse from Allah سبحانه وتعالى before you hear all the verses before and when you hear the verses before that gives you the effect of these verses on the heart of the believer the heart of the believer should shrink and expand in the same time and prostrate to Allah سبحانه وتعالى عَجْزُ عَنَ الْإِدْرَاكِ اِدْرَاكِ يا الله I'm declaring my toba from trying to understand you with my intelligence سبحان الله سبحان الله فعندما تعجز عن الإدراك لا تدركه الأبصار ويتحقق هذا القلب أنه لا يدرك العجز عن الإدراك إدراك أي أنه أنك عندما تعجز الحمد لله رحمك الله عندما تعجز أنت عن الإدراك يدركك الله سبحانه وتعالى بمعية هذه وهو معكم أينما كنتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ you prostrate the heart prostrates to Allah سبحانه وتعالى we cannot understand all of this يا الله يا الله يا الله it's so manifest it's more manifest than anything more hidden than anything الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ هَنِئًا لَكَ بِالْمَعِيَّةِ and he is your companion wherever you are whenever you are أينما كنتم من حيث الزمان من حيث المكان أينما كنتم من حيث الشام whatever you are whatever you are doing he is with you وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ and Allah subhanahu wa ta'ala is 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 بِمَا تَعْمَلُونَ and God sees well all that you do and he sees well all what you do if you do well if you do wrong all what you do he sees it Allahu Akbar we cannot understand how does he see it but we should yearn and long for that for that relationship Allahu Akbar وَإِلَا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِاللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَةِ الصُّدُورِ وَحِينَمَا يَسْجُدُ الْإِنسَان له مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هذا الملك وإلى الله ترجع الأمور ما تقدر مع تقديره وما تدبر مع تدبيره إلى الله ترجع الأمور سلم لله سبحانه وتعالى إلى الله ترجع الأمور من حكمته يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَةِ الصُّدُورِ من حكمته قالوا هنا يولج الإيمان في الكفر ويولج الكفر في الإيمان وهو علم بذات الصدور يولج الليلة في النهار يدخل الليلة شيئا فشيئا في النهار ويدخل النهار شيئا فشيئا في الليل سبحان الله وإلى الله ترجع الأمور وأفوض أمر إلى الله والله بصير بالعباد وأفوض أمر إلى الله والله بصير بالعباد الحمد للناه وإلى الله ترجع الأمور يولج الليلة في النهار ويولج النهار في ليبه وعليم بذات الصدور بسم الله tenاة صحيح to him belongs the severity of the heavens and the earth the sovereignty the sovereignty sorry to him belongs the sovereignty of the heavens and the earth to Allah are all matters ultimately referred he makes the night pass into the day to Allah all matters should be deferred كل مهم يجب أن يكون لديه سبحانه وتعالى نعم لأنه سجود عندما تكون في سجود واتفوض أمري إلا الله تعلمني أكثر من أجل الآن الله سبحانه وتعالى يسألنا لأسفة هذه سجود الأسفة هذه المعي الأسفة هذه المعيشة أنت تكون مع أحد الذي تعرف كل شيء لا تعرف لكنه تعرف فإنك تعلم ولا وتقدر ولا وأنت سبحان الله عندما تستخير استخار هذه الدعاء التي تقول الله من يستخيرك أي علم هذا تستخير بها الله سبحانه وتعالى العلم الذي يعلم به ما يلجب الآرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها العلم الذي هو عليم بذات الصدور يعلم نياتك الخفية فأنت الله من يستخيرك بعلمه واستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم فحين تسجد تتحقق بأنك يا ربي أنت تعلم ولا أعلم تأتيك ثمار هذه المعي أنا إذن سأدبر لك يا عبدي أنا سأدبر لك أرجع الأمور إلي إلى الله لي ملك السموات والأرض أنا لي ملك السموات والأرض مدام لي ملك السموات والأرض أرجع الأمور جميعها إلي أرجع جميع الأمور إلي أنا لي ملك السموات والأرض يقول لك أنت لا تملك شيء معي وهذه ملوك الأرض وملوك الدنيا ما يملكون شيء معي أنا لي ملوك السماة والأرض والعلماء هؤلاء إحصائيات عارفوا كذا وهذا عالم بعمل علامات كذا وعلموا عملوا إحصائيات وستحصل أزمة اقتصادية في سنة الجاية ومش عارف كذا أنا العليم أنا علم بما يجيب الأرض وما يخرج منها وما ينزل السماة وما يعرج فيها لا إله لله عليم بذات الصدور كلها صدور المؤمنين صدور الكفار إيوا لا إله لله ما 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 أسعدك بهذا العليم ما أسعدك بهذا العليم إذا كان معك وما أتعصك إذا لم يكن معك وهو معكم أينما كنتم فحين تأتي حين يسجد الإنسان ويشتاق وتأتي كلمة معكم الله أكبر أنا عالم بعجزي عالم بجهلي عالم بثقل حملي عالم الله الله عالم حتى ما قلبي هذا ما أقدر أجمع على الله نياتي ما أقدر أعرفها إيش هي بالضبط أفوض الأمر إلى الله فيها كلها في أعمالي في نياتي أفوض الأمر إلى الله وإلى الله ترجع الأمور ترجع الأمور كلها أمور هداية أمور أيها فيبشرك يولج الليلة في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور إذا كان فيما أنت ترجع الأمر وإلى الله أكبر وإلى الليل يقول أنه أنا أمورك أنا أمورك أنا أمورك أمورك فيما أنك ثم الله سبحانه وتعالى في المترجمات أعطين المقرأة أعطيننا عن النصر المعيّة كيف يقول هذا؟ معيّة 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 وإنه قالتك أعطي كل شيء أعطي كل شيء معيّة معيّة أعطي كل شيء معيّة 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 سأعطي كل شيء معيّة مستحيل لأنه لا تعلم ما يوجد كل شيء لا يمكنك أن تقول أنا مخلص 100% لا يمكنك أن تقول لا تعرف ما لكنه يعرف فإلى الله ترجع الأمور حتى الأمر من تزكية الأمر من إخلاص دفر هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإدراكه قال عطف وحنان إدراك جبر للكسر هذا الإدراك ترجم للعجل عن الإدراك إدراك أهلا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى The inability to comprehend to understand is itself understanding So when you see when you acknowledge that you don't reach الله سبحانه وتعالى He will reach you He will reach you with His mercy He will reach you with His bounties He will reach you with His ta'leem He will reach you with His tarbiya He will reach you with His education He will reach you He will reach you with His favors He will reach you with His hanan With His rahma He will reach you then And He will tell you Okay Defer all the matters to me And I will take care of everything May Allah سبحانه وتعالى Take care of all our matters And that's why the Prophet صلى الله عليه وسلم When he prays with these names He said اقضي عنا الدين واغننا من الفقر You are the first You are the last Allahumma أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الأخر The Prophet صلى الله عليه وسلم is to pray Allahumma You are the one There is nothing before you You are the last There is nothing after you وأنت ظاهر And you are the manifest There is nothing Hiding you And you are the hidden There is nothing More closer than you اقضي عنا الدين Or more subtle than you اقضي عنا الدين واغننا من الفقر I am deferring the matter of my day My debts The dunya debts And the deen debts الدين دين The word deen Is actually day This deen What's this deen Why the word deen Is day And the word day They are the same word The same in Arabic Because this deen Religion Is actually day Because we have to Because we created us Or nothing So it's deen So even this deen Allahumma He will assist you In religion He will assist you What to do اقضي عنا دين وغننا من الفقر قالوا الفقر المادي وكذلك الفقر في اليقين And 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 Take away Our poorness Or Or Make us Make us Take away Our poverty Our poverty Poverty The material poverty But also And more than that The Our neediness Our neediness To other than you And also It is our poverty In yaqeen In certainty May Allah Forgive us And we are talking about this Very 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 High Verses With This Very Very Deep Oceans Trying to Subhanallah To get To get wet A little bit May Allah Assist us We defer These matters We defer The matters Of our Ghafla We defer The matters Of the Hardness Of our hearts We defer All these matters To him Subhanallah Ya حنان Ya حنان Ya منان Badyi عصمة الأرض رجال الإكرام Ya حنان بadyi حن قلوبنا لك حن قلوبنا عليك يا أرحم راحمين رب العالمين حن القلوبنا إليك حن قلوبنا إليك حن قلوبنا إليك يا أرحم راحمين رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم يا فتاح ويا عليم آونا إلى حصنك اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أن نكون بها محبوبين لك محبوبين له في عافية يا أرحم الراحمين رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين الحمد لله عند قبول acceptance النفع هو ما نبحث عن الله سبحانه وتعالى نحن نحن نعطي ولا نحن نحن مطلقين ونحن نحن ندرس لين نحن نعطي ونحن نحن 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 ندرس واله العلم بذا تنسه هو الأخ لا تعرف ما يزال في الأرض لا تعرف إن نحن 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 بذل إن نحن 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 يعيكين تأتي في العقابك أزالي أصحيح أن العقابك أزالي أصحيح أنه سنة بدأت القربة لأنه سنة بدأت قربة قربة فتفوض الأمور إلا الله حالي بحولي محول الأحوالي هو عمدتي في حاضري ومآلي We never We should never seek knowledge Seeking excitement Because we will be seeking excitement We won't be seeking knowledge When we seek knowledge We defer the matter of تعليم To الله سبحانه وتعالى Here's the معلم Sometimes you are reading Maybe you are not understanding Sometimes you are sleepy But actually you are getting more than Maybe other times You are so excited Taking notes Etc, etc الله أعلم He knows Let him take care of that Let him take care of that What would make difference for him He could teach us without listening to anything These are just asbab These are just asbab This is just trying Trying to navigate Trying to navigate But he is the معلم سبحانه Nasa Allah ومن علمه اللى دني اللهمة نسألك في هذا أيوه نسألك اللهمة أيوه علم النبي origine أيوه اللهمة نسألك أن علمك لا دني والمشر بالصاف الهني يا وهاب ويا غني والدعاء نبي صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى المنفعة ولكن عنده هذيك اللهم نسألك إيمان النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الرحمين يا رب العالمين نص الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا نص الله سبحانه وتعالى يحقق لنا النفع بهذا الاجتماع ينفعنا بما علمنا هو باطن he's hidden you know he's very subtle he's very subtle sometimes you don't know that you are actually benefiting but you are indeed benefiting a lot more than any other time before just you submit because he's subhanallah now we know that he's more hidden than any other thing and he's more subtle than any other thing لن تحقم الا اللا اتحاكم تعالى سبحانه وتعه jungle تُعرفنا سبحانه وتعالى مجدًا Cooper وفيما إنها يجب questãoنا فعلم كيفية gwccلها كل ما يحتاجeras هو بإقكلاع Nation لإقكلاع Anyways بأنها تسبب سحسبaberه تسببوا هذا المعرفة وسأقل Bundesregierung ونسأل أجل الله الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا يا أرحم الرحمين، يا رب العلمين ربنا إنفعنا بما علمتنا رب يعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقابت لنا في ديننا مع أهل القطر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاء طياء علما نحوى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلح لنا كل الشؤون وأقرب الرضا منك العيون وفضعنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفر استرمتك رب من سترم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من من خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة دين أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ودينة عرشه ومداة كلماته يا ربنا عصرفنا لأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لطى أسرفنا فاتوب علينا توبا تغزيل كل حوبا واتفرنا العورات وآخر الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهدي والإخوان وسائر الخلان وهو الذي محبه أو جيرة أو صحبه والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا مننا لا باكتساب مننا بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي صلي وسلم ربي عليه عدى الحبي وآله والصحب عداد طش السخد والحمد للإله في البذي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومذان كلماته ترجمة نانسي قنقر